السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أخبرنا الفلكية عن انتقال الشمس لبرج القوس طبعا الانتقال رح يكون يوم الأربعة عصر يوم الأربعة ساعة ثنتين ودقيقتين بنتقل اليوم 22-11 تنتقل الشمس لبرج القوس ورح تظل موجودة في برج القوس لغاية يوم الجمعة 22-12 ساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج عشان هيك منه لكل موليد برج القوس بما انه الشمس بدها تزورهم معناة أعياد ميلادهم فكل عام وهم بكل خير ان شاء الله طبعا وجود الشمس في برج القوس عادة بيعطي طاقة كبيرة لإلوه لأنه هو برج حليف فعشان هيك بيبعث على الدفء النفسي الراحة النفسية الطاقة النشاط حب الحياة الرغبة في السفر الرحلات الصيد الرياضة كل هاي الأمور مع بعض بيشعر موليد برج القوس بتحسن بيطرع على صحتهم بعد اجتياز فترة طويلة يعني شوي كانت عليهم من الضغط العالي جدا يعني أرهقهم نفسيا صحيا كثير من الأشخاص أنهوا علاقات مع أشخاص أو أشخاص طلعوا من حياتهم بيفكروا أنهم يبدأوا من جديد هاي الفترة هي بداية المرحلة الجديدة في حياتهم طبعا بوجود الشمس في برج القوس بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية والأبراج الهوائية يعني عنها الحمل والأسد الجوزاء الميزان الدلو طبعا أقلهم من هاي الأبراج هم الجوزاء لأنه بتكون الشمس موجود مقابلهم تماما ولكن بيستفيدوا على مستوى الارتباط وتعزيز شركاتهم رح نشرحها بس نوصل عندها موليد برج الجدي وموليد برج السرطان برضو بيشعروا بالتعب لأنه بالنسبة لبرج السرطان بيكون البيت السادس اللي له علاقة بيعمل ضغط على العمل وعلى الصحة والجدي لأنه بيكون في بيت متاعبهم ما يعني عليهم الانتباه أكثر لصحتهم خلال الأسبوع المقبلة طبعا من صفات برج الشمس أو الصفات الطاقة الإيجابية تاعته هو بيعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم النشاط القيادة الاستقلالية هذا لما بيكون سعيد أما لما بيكون منتحس فبعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية أيضا عشان نحدد هاي الأمور بالضبط فلازم نشوف إيش الزوايا الفلكية اللي رح يشكلها اللي على أساسها نعرف هل رح يكون سعيد أثناء وجوده في القاوس أو رح يكون منتحس طبعا بالنسبة لأول زاوية رح يكون يوم الخميس 23-11 هاي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل بتخلق مصاعب وعرقيل تحتاج منها لبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا بتعمل نوع من أنواع الإنعكاس والإنقلاب بأوضاعنا علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما دوليا فهي بدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة والقيم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبتضيق الخناق الأمني على الشعب وهذا بيزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة يعني هم زاويتين بس اللي رح يتشكلوا وهي زاوية رح تكون يوم الأحد 17-12 زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من مين لتتبع أحلامنا مشاريعنا والمشاريع الخيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب من مين لحل مشاكلنا باللجوء للكحول والأدوية المهدئات مخدرات ما يعني أشياء من هذا القبيل وممكن نتعرض لتوعكات غامضة بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان أو الطوفان أو ربما يكون هناك نوع من أن واعتصر بالغاز أو حوادث تسمم جماعي وأيضا ارتفاع أسعار النفط زي ما لاحظنا أنه بداية دخول القوس رح يشكل زاوية سلبية وعند نهاية خروجه رح يشكل زاوية سلبية ولكن في فترة الأيام العادية اللي هي المنتصف للأربع أسبيع هدول بيكون في عنا زوايا بتكون مع القمر منها إيجابي ومنها سلبي فإذا وجوده رح يكون ممتزج طيب خلينا نشوف إيش تأثيراته على جميع الأبراج فعشان هيك ننصح كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه على أساس أنه يعرف التأثيرات من الجانبين ويشوف إيش الأقوى بالتأثيرات من بدايتها بتبين أقوى التأثيرات أنت بتتبعها فبتعرف أنه برجك الغالب عليك ولا طالعك الغالب عليك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا وقت ممتاز جدا بالنسبة لك لأنه وجوده بالبيت التاسع بدل على السفر الخارجي بدل على العمل على الدراسات العليا الدراسات الجامعية على تقديم رسالات عليا برضو دراسية أو أبحاث أو دورات كثير من الفرص هذا الشهر للانتقال لبلد آخر أو إقامة أو هجرة أشياء من هذا القبيل بتساعد بعض المقيمين في الخارج بواسطة عقد ممكن يعرض عليك كعمل أو زواج أو دراسة ممكن تكون مقبل على امتحان قبول في إحدى الجامعات هذه فترة مناسبة لذلك بتنشطوا في الاتصالات الخارجية والتعارف على أشخاص غرباء عنكم وهذا الشيء رح يعد عليكم بالخير ممكن برضو يستفيدوا التجار في عمليات التصدير والاستيراد الخارجي اللي ممكن يعود عليهم بالربح الوفير بشرط عدم وجود وكلا للعمل اللي رح يشتغلوا فيه عاطفيا ممكن يتعرفوا على علاقة عاطفية إما من أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو يعرض عليهم عقد زواج أو عقد سفر خارج البلاد ولكن ممكن تقع في حيري من أمرك وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض التردد في اتخاذ القرار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا وجوده رح يكون في البيت الثامن ومعنى البيت الثامن اللي هي الأموال المشتركة اللي هو المال اللي معك شريك فيه اللي هو بنك ضريبة تأمين ميراث أي ديون لإلك بدك تحصلها يعني الاهتمام رح تكون على مستوى هاي المسائل فهو رح يمنحك الفرص الكثيرة للحصول على المال اللي بتيجي من مصادر غير معروفة لديك وغير متوقعة ممكن تكون قروض أو منح أو هبات وممكن تكون تاركة أو ورثة أو مستحقات قديمة أو تعاوضات سابقة ممكن تلتقي بشخص بيساعدك في الحصول على أشياء ضائعة وديون مستعصية أو يدخل السعادة لقلبك حاول أنك تكون هادئ لأنه ما بدها نوع من أنواع العنادة بالفترة هاي ما تستسلم لبعض الضغوط المنزلية الطارئة ممكن تتعرض لبعض المواجهات الكلامية ولكن حاول امتصاص غضبك وحاول أنك تميل للحوار أكثر بالنسبة للأمور العاطفية فممكن أن يكون في بعض العلاقات العاطفية اللي بتيجي بشكل مفاجئ أو علاقة قديمة أو حتى ممكن علاقة عائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء زي ما ذكرت في البداية أنه هنا الشمس رح تكون متواجد مقابلك تماما هاي الفترة يعني يعني عنيت بالفترة الماضية أنت من بعض الاضطرابات وخصوصا لما كان موجود في البيت السادس وبرضو أثرت على علاقاتك العاطفية أو العملية شوي هيك يعني حسيت أنه في أمور يعني راحت وما رح ترجع هاي فترة مناسبة جدا لتعزيز علاقاتك مع الشريك العاطفي أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبين زوجتك مثلا بينك وبين شريكك بالعمل أيضا بتصبح هاي الفترة أفضل حال وللباحثين عن علاقات جديدة ممكن يلتقوا بالشخص المناسب لارتباط أو زواج كما أنه شهر مناسب أساسا لهاي الأمور والاتفاق على هاي الأمور أو تطوير علاقة للوصول لزواج أو ارتباط أما في مجال العمل فبيفتح مجالات لشراكة حقيقية ممكن تعقدها هذا الشهر أو تعود عليك بالفائدة الكبيرة طبعا اللي بيكون عنده دعاوة قضائية برضو ممكن تنعكس الأمور لمصلحتك وتكتشف أو تتكشف أمامك بعض الأشياء اللي توضح لك مين هم أعداءك وجه لوجه بتميل الوضوح في علاقاتك المختلفة وبتبتعد قليل عن كل ما هو غير واضح بالنسبة لإلك ولكن المطلوب أنك تضبط أعصابك هذا الشهر وما في داعي للإنفعالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا رح يتواجد في البيت السادس لا إلك بيت العمل وبيت الصحة هو مكان مش مناسب بالنسبة لا إلك لأنه ممكن تشعر بالضغط بالعمل أو عجز في إنجاز بعض الأعمال في الوقت المناسب بتشعر بالضيق بسبب ذلك وهذا شيء ممكن ينعكس عليك صحيا نفسيا بتحس ببعض الأعراض المرضية على الرغم من وجود الشمس إنها شوية بتمنحها كثير من الفرص لإثبات قدرتك الخلاقة والخفية والأسيمة خلال الفترة هاي اللي هي وجوده في برج القوس ممكن تتعرف على بعض الأصدقاء الجدد ويكون لهم تأثير كبير على حياتك وخصوصا إذا كانوا من مكان عملك أو زملاء لإلك بتطور علاقتك معهم عليك الانتباه قليلا لصحتك لا تهمل أي عارض صحي في هاي الفترة برضو هاي الفترة بتفتح مجالات ممكن يعرض عليك عمل جديد أو تبدأ عمل جديد أو يعني فرص إلها علاقة بالعمل أكثر عاطفيا حاول أنك تضع النقاط على الحروف وأنها تكون كل الخيارات واضحة تماما خلال هاي الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا دخول الشمس للبيت الخامس لإلك وهو بيت الحظ بيت العاطفة يعني بيت قوي جدا للتقارب حتى مع الأحبة مع الأبناء وهو برج صديق بالنسبة لإلك بمنحك الكثير من الفرص الحقيقية والحضوض المفتوحة ماليا يمكن الدخول في معاملات مالية أو استفاء أو تأخر من مستحقات مالية الكثير من الحضوض اللي بتدخل السعادة لقلبك حول الاستفادة من أي عرض أو فرصة سانحة خلال هاي الفترة عاطفيا بتكون الأجواء الحميمية والعاطفية في أحسن حالاتها بتظهر على طبيعتك الرومانسية اللي كنت تحاول إنك تخفيها أحيانا في الفترة الماضية للراغبين في الخطبة أو الزواج فهاي فترة مناسبة جدا والباحثين عن علاقات عاطفية عليهم البدء دون تأخر يعني اللي زوجها من برج الأسد تدير بالها عليه بالفترة هاي يعني الله احنا بدنا نوفق يعني بدناش نشبك بينكم ولكنها أجواء ممتازة حتى على مستوى الأشخاص اللي بدهم يعملوا تجميل أو اهتمام بالنفس بالطاقة هاي كلها ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا الشمس موجود في بيت البيت بيت العائلة موجودها بالقوس بيعزز العلاقة والروابط الأسرية بتظهر شخص محب وودود في هاي الفترة بتميل للتعاطف مع أفراد الأسرة بتتعاون معهم على وضع قوانين منزلية بترضي الجميع بتميل لنصح أحد أفراد العائلة أو التقرب منه بشكل أوضح هاي فترة جيدة للدخول في أمور اللي لها علاقة بالعقارات زي بيع أو شراء أو تحسين المسكن أو الانتقال لمسكن جديد حاول أنك تستثمر هاي الفترة بشكل مناسب أما عاطفيا فطبعا العلاقات العائلية ممكن من خلال زواج عائلي أو الطريقة التقليدية ممكن تكون ما في عندك قوة للعاطفة ولكن يعني بتظلها باتجاه شخص من محيطك المقرب برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا هنا احنا منحكي عن البيت الثالث بالنسبة لعلك يعني انت هذا الشهر شهر التواصل والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات بقوة عالية جدا فممكن انك يكون فيه نشاط عالي جدا بالوسط المحيط فيك أو التقرب من الأشخاص اللي بيكونوا لك المحبة والود بتلتقي ببعض الأصدقاء القدامى اللي لك فترة طويلة ما التقيت فيهم بتقضي معهم أوقات سعيدة عندك كثير من التنقلات اليومية اللي بتدخل السرور والفرح على نفسك بتمنحك بعض الهدوء بيستفيدوا برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية في معاملاتهم التجارية اليومية والتبادل مع العملاء والزبائن وعندهم قدرة على الإقناع عالي جدا أو التسويق بيستفيدوا الطلاب في المرحلة ما قبل الجامعة اللي هي مراحل الدراسة المدرسية هدولا بيستفيدوا بدراستهم بيشعروا بالرغب في النجاح والتفوق لكن عليهم الانتباه موليد برج الميزان من بعض التطورات الصحية المفاجئة خلال هاي الفترة اللي لها علاقة بالإصابات أثناء الحركة منهم رح يهتم بموضيع تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات أو فحص مثلا سياقة أو أشياء من هذا القبيل أو شراء أجهزة مثلا عاطفيا بتكون أراضي عن نفسك في علاقاتك العاطفية بتحاول إظهار الكثير من الود كما أنك بتحظى بفترة جيدة عاطفية فيها كثير من اللقاءات الممتعة برج العقرب بالنسبة لما وليت برج العقرب طبعا هنا الآن بدأت مرحلة جديدة بالنسبة لها إلك لأنه الآن وجود الشمس رح يكون في بيت المال يعني الفترة الماضية كنت بتشعر هيك إنه كان الحظ تخلى عنك ولسيما بالأمور المالية وإنه العمل ما بيصير بالشكل اللي أنت بدك ياه بيصير عكس ما بتتمنى أجل أجل وقت المناسب اللي رح تتغير فيه بعض الحظوظ المالية بامتياز فرص مهمة للتعامل مع البنوك المصارف استرداد مستحقات ديون مالية سابقة ما تندم على أي خسارة سابقة الأيام الجاية بتحملك كثير من الفرص رح تجني في هاي الفترة نتائج أو حصاد تعبطيها يعني أفضل من الفترة الماضية وبتمنحك الشمس الرغبة في الحضور الإجتماعي والقدرة على ضبط السلوك الشخصي عاطفيا بتكون علاقاتك العاطفية جيدة خلال هاي الفترة ولكن ممكن تتبدل نوع من المصلحة المتبادلة مع الشريك العاطفي يعني علاقة مصالح هيك عاطك ياها هيك على آخر فيدني بفيدك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا دخول شمس لبرجك بتمدك بالطاقة اللازمة لمتابعة الأمور بشكل أفضل بتجد إنك قادر على حل الأزمات والخروج بأفضل النتائج وكثير من المشاريع والأعمال اللي بتعرض عليك في هاي الفترة بتكون جيدة ابدأ بالأهم أولا بتجد إنك بتعمل على وضع النقاط على الحروف والبدء من جديد في كثير من الأمور بتكون نظرتك للحياة في هاي الفترة مختلفة كثير فيها من التفاؤل والإيجابية وخصوصا لم يجي عيد ميلادك على الرغم من التعاب الصحي اللي كنت تعاني منه بالفترة الماضية والتقلبات والأشخاص اللي طلعوا من حياتك والوعود اللي ما زبطت صحتك بتتحسن تلقائيا شيئا فشيئا بتعود لك نشاطاتك ومرحك المعهود يعني في قضية عالقة من فترة بعيدة في حياتك هاي الفترة المناسبة لتنهي كل المشاكل السابقة بتعيش مرحلة متميزة وتحظى بدعم فلك واضح في كل خطواتك القادمة وخصوصا بعد أيام المريخ برضو رح يوصل عندك بعطيك طاقة أعلى ولكن دير بالك من التسرع تعتبر من أجمل الفترات العاطفية اللي بتحظى فيها ولسيما مع وجود الشمس والزهرة يعني بتقترب وعطارد موجود عندك يعني أجواء تقريبا رح تكون جميلة فنقدر نقول لك كل عام أنت بخير لا يبل ما ييجي عيد ميلادك هاي أول واحد أعيد عليك أنا ولكن برضو حلقة المريخ لازم تسمعها عشان تسمع التنبيهات وما حدا ييجي ولي آه الشمس دخلت يعني بكرة ييجي واحد مثلا من موليد بداية شهر 12 ولي هاي الشمس دخلت وأنا ما تحسنتش الأمور لا أصبر لحديث من ييجي عيد ميلادك عشان تشعر بالتحسن المطلوب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا أنا خجلان منك لأنه هنا احنا بنحكي عن وجود الشمس في بيت متاعبك يعني بدك تبلش مرحلة صعبة شوي لأنه هذا بيت المتاعب بسبب لك كثير من المشاكل الصحية يعني أمور إلها علاقة بالعظام إلها علاقة بالجلد الألام العصبية بدك تنتبه في هاي الفترة لصحتك واهتم بنوعية غذائك وما تهمل العوارض الصحية الطارئة عشان ما تتطور ولكن مع وجود الشمس أيضا في برج القوس بتفتح أمامك أبواب واسعة للتعاقد مع شركة أو مؤسسة كبيرة وهذا الشيء بعود عليك بالخير والفائدة حاول وضع برنامج واضح ومخطط دقيق لعمالك المختلفة في أي مجال كنت عاطفيا بتميل خلال هاي الفترة للوضوح وبتشعر بنوع من التعاطف المتبادل مع يعني الشريك العاطفي لسبب أو لآخر ولكن أنا بدأ أختصر عليك الموضوع ببعض الكلمات وجود الشمس في بيت المتاعب دائما كل سنة هي غربال السنة يعني أنت بتغربل أو بتصنف بتفنط بتغرر يعني اللي بتسموها هاي مين الأشخاص اللي بدهم يكملوا معك في حياتك ومين الأشخاص اللي بدهم يطلعوا معك من حياتك إيش اللي فيه فائدة في حياتك دك تكمل فيه وإيش الغلط اللي بدي يطلع من حياتك فهي نهاية زي ما نحكي نهاية مرحلة واستعداد لبداية مرحلة جديدة فما تزعل من الضغط هذا لأنه الضغط هذا عادة بيكون لصالحك بتشعر فيه بعد فترة لما توصل الشمس لعندك فعشان هيك تقبل الأمر اعمل بشكل روتيني ما تتخذ قرارات حاسمة وفيصلية في حياتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الشمس في بيت الأصدقاء بيجعلك شخص اجتماعي بامتياز هاي الفترة بتعمل في هاي الفترة على التقرب من الأصدقاء أو التعرف لأصدقاء جدد بيأثروا على حياتك بيمدوا لك يد المساعدة والدعم بعض الأموال اللي بتصلك من شخص قريب كدعم لإلك الكثير من اللقاءات اللطيفة اللي يعني بيجملها لإلك هذا الشهر ممكن تحمل أعباء إضافية أو تتحمل أعباء إضافية مسؤوليات طارئة ولكنك بتستطيع حملها بامتياز بما تملك من الصبر والقدرة على الثبات وعدم الاستسلام كون على يقين واضح أنك رح تكون شخص جيد كليا في هذا الشهر إلا إذا أنه المريخ رح يضغط عليك وهنا أنت رح تفرض سلطتك على أصدقائك وهذا الشيء رح يخسرك كثير من علاقاتك فانتبه من هاي النقطة واستمع لحلقة المريخ بعد أيام عاطفياً يعني نعتبره إحنا شهر من الراحة العاطفية والمشاعر الجديدة اللي بتشعر فيها حاول التقرب من شريك العاطفة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعم بعلاقات العلاقات اللي بتحيطك يعني برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً الشمس وجودها في القوس وبيت نقدر نحيي على شقين يعني يا أما بعطيك الشهرة يا أما بيشوه سمعتك وبضيع كثير أشياء من إيدك عشان هيك بدك تستغلها أنت من أي صف بدك هذا الأمر ولا هذا الأمر فهون الشمس داعم حقيقي وواضح في الأمور العملية ممكن تذهب كل الضغوط العملية السابقة والخلافات مع المسؤولين وممكن تكثر مع المسؤولين فعشان هيك بدك تعزز علاقاتك مع المسؤولين في هاي الفترة لأنه بالأغلب بيكونوا في بعض المشاحنات ولكن إذا أثبتت جدارتك بشكل جيد ممكن يصير فيه ترقية أو ترفيع بتظهر شخصيتك الفاعلة على القدرة على ضبط الأمور أمور كثيرة بتتوضح للعيان أمام عينك بتثبت فيها أنك شخص قادر على تحمل كل ما يواجهك في الحياة فيه أشخاص بيمدوا لك يد العون كون هادئ كما هي عادتك ما تبالغ في تقدير الأمور السلبية امنح نفسك الراحة والهدوء النفسي المطلوب عاطفيا فترة رائعة بكل معنى الكلمة بينما تسعى فيها يعني لسه هي كي بتحاول تسعى للحسن في ضبط علاقاتك العاطفية وتوجيهها للطريق اللي بتشوفه مناسب ولكن زي ما حكينا هذا بيت السمعة فحاول تستغل الأشخاص اللي بدهم شهرة أو بدهم ترفيع أو ترقية بدهم يسعوا على هذا الموضوع يبدلوا جهدهم عشان يحصلوه ولكن الأشخاص اللي مش فارقة عندهم رحوا غامروا وجازفوا وسووا اللي بدكوا إياه ما هي مش سائلين هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء